موسيقى مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال في كل مكان اهلا بيكو في حلقة جديدة معي انا شايماء محمود وبرنامج سؤال وللأسف هي الحلقة الاخيرة علشان هي الحلقة الاخيرة لازم نسأل سؤال يخص كتير جدا مننا الفترة اللي فاتت كانت فترة صعبة عند البعض وعندنا كلنا الحقيقة وبناء على الظروف الغير عادية اللي احنا مرنا بيها بسبب ظهور فيروس كورونا ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بنعم كتير ما حسناش بيها خصوصا الحواس الخمسة الا بعد ما وصبنا بلعنة هذا الفيروس من ضمن الحواس الشم والتزوق والحقيقة مش دي اللي انا هتكلم عنها خالص في حسة مهمة جدا احنا يعني مش عارفين ان ليها علاقة مباشرة وصريحة بفيروس كورونا الحسة اللي هتكلم عنها حسة الابصار العين العين اللي عليها حارس مؤثرة تماما في الفيروس والفيروس كمان بيأثر فيها مش بس علشان خاطر انتقال الفيروس لا ده علاج كورونا والمصل الخاص بفيروس كورونا بيأثر على الرؤية وبيأثر على العين نقط مهمة جدا ويمكن مش كتير بيتكلم عنها هيكون معايا دكتور محمود فتحي صالح استشاري القرانية وتصحيح الابصار وكمان رئيس قسم العيون بكلية طب جمعة حلوان هيكلم معانا باستفادة عن الموضوع ده التواصل هيكون عن طريق رقم التليفون اللي هيكون امام حضراتكم على الشاشة اي سؤال خاص جدا بالعيون ابعتولنا دكتور محمود هيجاوب عليه قصة سؤالنا وتأثير العلاج الخاص بفيروس كورونا وفيروس كورونا عن العين موضوع مهم جدا هنعرف اجابته من ديفي بعد الفاصل استنونا مكاملين حلقتنا مع حضراتكم ومعايا في الستوديو دكتور محمود فتحي صالح استشاري القرانية وتصحيح الابصار وكمان رئيس قسم العيون كلية طب جمعة حلوان هنتكلم اكتر عن سؤالنا وهو تأثير علاج فيروس كورونا وتأثير كورونا على العين مع دكتور محمود دكتور محمود اهلا بحضراتك اهلا وسهلا اهلا بي حضراتك في البداية دكتور محمود خليني اتكلم مع حضرتك عن انتقال الفيروس عن طريق العين ايه حدود انتقال الفيروس الناس كلها عندها فوبيا يعني خصوصا في بداية فيروس كورونا كان كتير مننا بيلبس التشيلد ماسك والمسك الشفاف بنخاف من هو عن طريق طب هو عن طريق الهوى طب لأ هل العين بتنقل الفيروس كورونا هو يمكن من الحاجات اللي الناس ما تعرفاش كتير ان اللي اكتشف مرض كورونا او الفيروس نفسه اكتشفه عن طريق انه هو كان طبيب عيون وشاف المرضى بتوعه في الصين اللي هو في مدينة وهان وشاف المرضى بتوعه بيتدهوره ويجي لهم مشاكل في التنفس وبيخشوا رعيات كتير وممكن بيتوفوا منهم فعملوا العلاقة دي ما بين المرضى العيون والفيروس نفسه وتأثيراته السلبية بعد كده هل الفيروس بيأثر على العين اه بيأثر على العين بس التأثير بتاعه ابسط من تأثيره على اعضاء في الجسم زي الجهاز التنفسي او حاسة التذوق او حاسة الشم ابسط كتير ونادرا ما يؤثر تأثير يؤثر على النظر يعني نادر جدا 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 لكن هو الأصل هو موضوع انه هو بيحصل فيه التهابات في الملتحمة اللي هو الجزء الغشاء اللي فوق البيض بتاع العين بيحصل فيه ممكن نوع من أنواع الحساسية ونوع من أنواع الاحساس بجسم غريب ونوع من أنواع الاحمرار الزيت شوية اللي هو بيسموه البينك آي العين بتبقى لونها زهر شوية ومحمره شوية ومحمره ومحمره في معنى كده ان الفيروس بيتنقل فعلا عن طريق العين 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 بصفة عامة جزء من الفتحات اللي في الوش زي المناخير او الفم ولها ارتباطات ايضا بالجهاز التنفسي عن طريق المناخير لانه فيه فتحات اللي بتنزل الدموع بتبخر وتبخر الدموع في المناخير فالعلاقة اللي ما بين العين والمناخير هي بتسبب انتشار الفيروس عن طريق العين عن طريق الهوى ثم العين ثم الجهاز التنفسي وبالتالي تسبب المشاكل بتاعة الفيروس يعني معنا كده ان المسك اللي هو الحامي الشفاف اللي احنا بنلبسه ده ممكن يساعد اكتر على الوقاية من انتقال الفيروس عن طريق العين في حالة التقارب طبعا لكن في حالة التباعد الفيروس زي ما الناس توصلوا ما بيتحركش فيه مساحة كبيرة من المسافات لكن في حالة وجود تقارب الافضل طبعا حتى لبس النظارة مثلا يعني الناس اللي بتلبس عدسة لسقة ممكن تلجأ في الفترة دي بس مؤقتا اذا كان ده مش هيؤثر على الوظيفة الشكلية لهم يلجأوا للنظارة وبتستعمل مش كأداة للنظر بس لكن ده من أداة الحماية أنا هسأل على النظارة يعني خصوصا كتير بين المشاهدين اللي بيلبس النظارة بيعانوا من نقطة مهمة جدا هنتكلم مع الدكتور فيها عشان أنا حسى بيكو هسأل أسئلتكو النظارة لما تبقى فيها شبورة مع المسك يعملوا ايه؟ يعني يعني يعقواها كل شوية ازاي؟ ولا يسيبوها كده هتضايقهم يتصرفوا ازاي؟ خصوصا اللي بيلبسوا نظارة نظر تحديدا تمام الفكرة الأساسية طبعا هي أن المسك هو اللي بيسبب البخار تمام فقفلت المسك كويس على الوش وعلى المنخير يعني المسك كل ما الهوى اللي خارج منه قليل فده قليل لفوق طبعا فكل ده ما بيدي بخار أو تبخير أقل للنظارة اللي برضو استخدام بعض أنواع المسكات اللي بتعمل تسريب للهوى وخروج ودخول لها اللي هي مسكات متقدمة شوية برضو بيساعد أن ما يحصلش النوع اللي هو اللي حضرتك بتتكلمي عليه في موضوع الشاب بورة لكن المسك في حد ذاته مهم جدا ولبس النظارة مهم جدا فالخدرة لو في أبسط الأمور هو قفل المسك على الوش وبإحكام ده هيمنع موضوع البخار بتاع النظارة وإحنا كمان فيه فيديوهات كتيرة طرق لبس المسك وإزاي نمسكه بشكل صحيح وإزاي نلبسه بشكل صحيح يمكن نوع المسك وإنه هو يبقى نوع مضمون من مكان مضمون دي نقطة مهمة علشان ما تبقاش فيه مشكلة للرؤية خصوصا للناس اللي بتلبس النظارة طب خلينا نتكلم عن علاج فيروس كورونا إحنا اتكلمنا بالضبط اتكلمنا عن إن اللقاح قد يسبب فيه مشاكل للعين إزاي الكلام ده ممكن يحصل اللقاح في حد ذاته في معظم اللقاحات اللي منتشرة دلوقتي إلا باستثناء بسيط جدا اللقاحات هي عبارة عن سواء فيروس ضعيف أو فيروس يعني ميت علشان يستثير المناعة بتاعت الجسم إنها تبني أجسام مضادة لهذا المرض أو لهذا الفيروس وساعات بيستخدمه حتى فيروسات تانية علشان تعمل نوع من أنواع اللقاح ضد الفيروس الكورونا نفسه أو الكوفيد 19 فهذا الفيروس الضعيف أو أحيانا الفيروس الميت بيسبب نوع من أنواع أكن في الفيروس نفسه هو جزء من الفيروس تخذ مصل ففي نسبة من الفيروس موجودة في الجسم فأحيانا وبنسب مش كبيرة بنسب قليلة بيحصل إن الأعراض اللي بتاعت الكورونا نفسها أو الكوفيد 19 تيجي للشخص اللي واخد اللقاح علشان حصل زي ما يكون حصل إصابة والجسم بيقومها بالزبط فبيبقى برضو فكرة الانتفاخ اللي في الجفن والانتفاخ اللي في العين وشفنا حالات حالات مش كتيرة بس حالات موجودة أساسها هو برضو الإحمرار والدموع الكتير اللي بتطلع من العين اللي هو الاستفزاز نفسه بتاع الملتحمة كل الأعراض دي مرتبطة بحاجة اسمها الملتحمة هو الغشاء اللي بيواجه العالم كله الغشاء اللي على لين لأن فيه غشاء زي الجلد بس شفاف فما بنشوفوش قدام البياض فالجزء ده هو اللي بيحصل له الإصابة ويحصل له الحساسية أو بيحصل له الجزء من المعركة ما بين الفيروس وما بين الجهاز المناعة بتاعت الجسم فبيحصل فيه انتفاخات دموع بتنزل كتير زي الميا طبعا دموعهم يعني أكتر بين الطبيعي مش الدموع الطبيعية وتقلت حاجة أهم حاجة هي الأحمرار برضو بتعليم أثار جانبية أثار جانبية أثار جانبية بس بسيطة جدا وبتتعالج بسهولة وكمان ما تمنعش إن الشخص ياخد اللقاح علشان يبقى ده نوع من أنواع الحماية ليه في المستقبل نحن بنعمل عملية طوية يعني المصل في حد ذاته هو مش بيسبب مشاكل إلا بنسبة بسيطة يمكن دور الدكتور معينا دكتور حضرتك بنطمن الناس بس بنقول لهم يعني يخلي بالهم إنه هو المصل ده جزء من الفيروس وحيأثر أكيد بالنسبة وممكن يسبب شوية المشاكل ومحدش يتخض منها يعني والمشاكل دي في الآخر بسيطة إن شاء الله طبعا خلينا نروح لسؤال بعيد شوية عن الكورونا فيروس الندارة احنا اتكلمنا عنها بمناسبة إن هي مع الكمامة ممكن تبقى في عدم مضوح في الرؤية لبس الندارة إمتى الإنسان يلجأ للبس الندارة أو خصوصا الكراءة الحفظ إمتى أعمل كده فيه طبعا أنواع كتيرة جدا من الاحتياج للبس الندارة أساسها هو الشخص اللي عنده قسر نظر أو عنده طول نظر أو عنده حاجة اسمها الاستجماتيزم اللي هو بيبقى منحراف في المحاور بتاعة النظر أنا على السجماتيزم ده اللي نيفسي أسهمه هل هي الزغلالة؟ هي الزغلالة والضل بتاع الصورة يعني الصورة ويبقى لها ضل تمام أو الإنساج دخلي الحد بكل شوية عايز يدعك عايز يفتحها عايز يفتحها عايز يفتحها هو متصور إن ده فوكسينج للرؤية لأن الصورة ما بتنزلش مباشرة على الشبكة بتنزل في مساحة بدل ما بتنزل عند نقطة فبتنزل في مساحة فالصورة زي ما يكون بتفرش فبياخد وقت على بات ما يجمعها تاني من الأول أو يقدر يعمل مقاومة بيعينه كده بس ده شيء بيجيب له في الآخر صداع في الليين أو صداع في الدماغ كمان ساعت بنسميه حتى لقات سينوبيا الفكرة فكرة إيه فكرة أن البس النظارة في الثلاث فروت دي في الثلاث أحوال دي طب ونظارات القراءة نظارات القراءة للناس اللي هما بيعدوا الـ 45 سنة بتبقى العدسة الداخلية بتاعت العين المسؤولة عن القراءة لأن إحنا رؤيتنا للقراءة غير رؤيتنا للمسافات كميكانيزم فيسيولوجي للعين كميكانيزم بصري الرؤية البعيدة غير الرؤية القريبة ودي بنحسها مثلا لما بنختبر نفسنا نبص على حاجة بعيدة ونبص على صبعنا فده بيبقى مزغل في البعيد لو أنا مركز على صباعي القريب أو أبص على حاجة بعيدة فصباعي نفسه ايه مزغل فالميكانيزم ده بيتحرك يعني زي ما يكون بص على البعيد وبعد أجيب بص على القريب ففي ناس اللي هما أقل من 45 سنة أو أقل من 40 سنة عندهم القدرة على كده العدسة بتاعتهم بتبقى قوية لكن مع استهلاك العدسة لفترة 40 سنة كل يوم فده بيعمل نوع من أنواع الضعف أو التراهل فيها شوية فده بيسبب إنها ما تبقاش لها ليونة إنها تتحرك ما تعملش الفوكسينج اللي بيحصل أو التركيز اللي بيحصل خلييني أسأل حالك سؤال خاص بالعين والندرة قبل ما نلجأ للعين والندرة يمكن السؤال خاص بالأباء والأمهات والأطفال والشباب اللي هم في مرحلة المراقة اللي هو بقى السؤال هقول لحضرتك أنا مسكة الموبايل والنور موالع وبتفرج على التلفزيون في الإضاءة طيب الخناقة اللي بتحصل في كل بيت مصري لأ ولعوا النور وإنتوا مسكين تلفونات وإنتوا بتتفرجوا على التلفزيون وطبعا كتير من الأجيال يمكن أنا منهم مش بتحب كده هل ده بيؤثر على العين الإضاءة بشكل مباشر على التلفزيون في حاجات فيها مبالغات وفي حاجات فيها حقائق يعني المبالغات بتقوم أن الفترة مثلا من فترة طويلة كده كده أجهزة الكمبيوتر بتطلع إشعاعات ضررة دلوقتي ما بقيتش يعني من الأجهزة الحديثة بتاعت الكمبيوتر والتلفون الإشعاعات مش هي للضررة لكن النور هو اللي ممكن يبقى لما يتركز لما ما يكونش فيه إضاءة في الغرفة اللي إحنا عادين فيها وإحنا مركزين في إضاءة مركزة ده بيبقى طبعا مشكلة للاهم يسبب لها جفاف يسبب صدع وحيانا يسبب ضعفة في النظر في الصغيرين خلال نموه وعنيهم فالنصيحة اللي أكتر حاجة تبقى مفيدة للأشخاص علشان خاطر ما يحصلش الاختلاف ما بين الأجيال ده فما فيش مشكلة إن الواحد يقعد على جهاز لإن الدات بقت سمة العصر جهاز تكنولوجي فترة طويلة بس مع كذا مع التركيز على كذا حاجة التركيز إن هو يبربش لإن إحنا طول ما إحنا قاعدين مركزين إحنا فتاقين إنيها ما بنعملش حركة البرباشة دي هي عضلة فالبرباشة دي بننساها فبيحصل إن إحنا بإن بتنشف أو جفاف العين ومشاكل صحيح فبنعز الجفاف ده للوسيلة الاتصال أو وسيلة التكنولوجي دي تاني حاجة الإضاءة مهمة جدا علشان كل التركيز بتاع الضوء اللي خارج من الجهاز ما يبقاش على العين بس لكن يبقى على الغرفة كلها فيتسحب جزء من الوهج ده ما يضرش العين وآخر حاجة البريكس إحنا نعمل البريكس فترات رحة بالزبط زي عضلات الجسم الواحد يبقى محتاج يمرنها أو يتحرك بشكل بسيط وأضيف حاجة برضو الرؤية البعيد لإن جزء من الأجهزة أو معظمها خلال سن صغير قريبة سواء كمبيوتر سواء جهاز آيباد سواء جهاز مش عارف إيه كل الحاجات دي على مسافة قريبة فده بيخلي العين دايما تبقى كونفيرجنج يعني بتخش الجوة شوية فده يسبب شوية ضعفة في النظر على المدار المستقبل بالزبط فالأفضل إن يبقى فيه حتى اللي بيشتغلوا حتى الكبار اللي بيشتغلوا على أجهزة إن هو لو يقدر كل فترة يبقى فيه مسافة أو يتحرك بتاعه ده يبص البعيد يبص المسافة أكتر من 6 متر مايبقاش طول الوقت الكام ساعة مركز بصره على حاجة قريبة يمكن ده ممكن يضعفها أكتر ودي حاجات بسيطة جدا وتمرينات بسيطة جدا ممكن تتعامل بسوء خليني أسأل حضرتك سؤال هو إن ممكن اكتشاف فيروس كورونا ممكن عن طريق دكتور العيون زي مثلا دكتور البطنة أو دكتور الصدر بيكتشفوا الفيروس ويقولوا لا روح لدكتور صدر بقى لإن أنا شاكك في الفيروس حضرتك ممكن ده بيحصل بيحصل يمكن مش بنسبة كبيرة وزي ما قالت لحضرتك اللي اكتشف العمل العلاقة ما بين العين والجهاز التنفسي هو دكتور العيون في الآخر فأيوة لإن أحيانا لما يكون أعراض بيروسية عامة في العين بتطول أكتر من الفترة أو بطريقة أجرسب أكتر أو بطريقة شديدة شوية يبقى لازم ننبه الشخص إنه هو إذا كان يعمل التحليل بتاع الPCR بتاع الكورونا أو يتوجه للدكتور أو عشان يشوف الجهاز التنفسي لأنه ده الأساس كورونا مشكلتها في الجهاز التنفسي وفي الجلاطات اللي بتعمل كفيد بس ممكن يكون الأثار بين على العين أوفة حضرتك كلام مهم جدا وده السؤال مهم جدا ممكن يكون حدوش تكي من عينه وممكن يكون عنده اشتباه في الفيروس وما عرفش وهو مش منتبه وده السؤال مهم جدا طبعا وليك حقتين هو فرصة نسأل حضرتك بموعد أسئلة كتيرة يمكن هو الوقت معنا في مشكلة بالنسبة لعملية تصحيح الإبصار اللي كتير مننا بيسأل عنها وخصوصا الشباب الصغير للأسف في ناس كتيرة منهم طلعة في مشكلة في الرؤية يمكن بحكم حتى العادات الغلط اللي هي متبعة وإحنا طبعا أشارنا إليها في البداية العملية دي هل هي خطرة مش خطرة يعملوها هم متطمينين ولا يعملوا إيه بالزبط طيب العملية دي لها متطلبات معينة يعني الشخص أولا هي عملية في الغالب الأعم فيها هي عملية اختيارية يعني الشخص هو اللي بيبقى بيعاني في نشاطه معين حد رياضي مثلا حد بيشتغل في مجال محتاج أنه ملبس فيه نظارة حد عنده مشكلة في عينه مخلية النظارة بالنسبة لي مشكلة أنا آسف في وشه ومش مخلية النظارة مناسبة لي فالعملية دي عملية مهمة جدا وهي عملت اختراق في المجال طب العيون بصفة عامة وباستخدام الليزر بدون تدخل جراحي حاسم في الموضوع أو تدخل جراحي صريح هو في الآخر اللي بيستخدم كسلاح هو الليزر وده أكثر أمانا من أي أدوات جراحية أخرى أو أدوات تقليدية تانية إذا كان الشخص مناسب في سنه مناسب في درجة الضعف بتاعته ومناسب للفحص بتاع القرنية بتاعه فهو بيبقى مؤهل إنه هو يعمل يعمل عملية التصحيح ده وإلى جانب إنه هو لازم يعرف التوقعات بتاعت البعد العملية علشان والنسبة الصريحة ودي مهمة الطبيب نفسه وأمانته إنه هو يقول النسبة الصريحة لنجاح العملية في الشخص ده لإنه كل حاجة ولها الخيار بتاعه إنه ممكن واحد من فعله وش ليزك جاجع لإطار آخر من تصحيح النظر وارد وارد من ليزر سطحي من استخدام جهاز تقنية حديثة زي الفمت وليزر أو حتى عدم عمل ليزر وعمل تدخل بروحي زرع العدسات اللاسقة داخل خليني أسأل حضرتك هل العملية بتكون نجحة ممكن يرجع تاني النظر يضعف ولا هو اتعملت العملية خلاص الموضوع ما فيهوش مشكلة العملية العملية عمليات تصحيح النظر بصفة عامة في هامستين إنه نسبة النجاح فيها عالية وتاني حاجة نسبة المشاكل اللي بتيجي منها قابلة للعلاق حتى لو النسبة البسيطة دي عبارة عن إن إحنا هنعمل الإجراء ده زي إضافة تانية مش ما بتبقاش إحنا ما بنعمل لو في بعض الأوقات القليلة اللي بنحتاج فيها نعيد العملية تاني إحنا ما بنعدهاش إحنا مجرد بنضيف إليها بنعمل نوع من أنواع زي السنفرة زي الإضافة لبعض الليزة لكن مش كل العملية بتتعامل تاني خلينا يا دكتور سريعا نصائح سريعة للاهتمام بالعين حفاظا عليها خصوصا في الظروف اللي إحنا فيها دي دلوقتي أولا في معالجة أي مشكلة مبكرا زي ما اتفقنا في الأجهزة الإلكترونية نعمل الأطعاط دي ونبص لبعيد نستخدم المرتبات العين في حالة وجود جفاف العين أو حالة وجود مواسم الحساسية والجفاف في الفترة اللي زي كده دلوقتي وطبعا لبس النبضارة الشمسية في الشمس مهمة جدا جدا تمام يا دكتور أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمود فتحي صالح استشاري القرنية وتصحيح الإبصار رئيس قسم كلية طب جامعة حلوان نوارنا النهاردة وتكلمنا في معلومات الحقيقة هام جدا بخصوص العين خاصة بفيروس كورونا وخاصة باستخداماتنا للنظارة وكمان أي حاجة ممكن تدور العين نستخدم يعني نستخدم الحاجات التي نستخدمها بالزبط والنظافة نقطة مهمة جدا يعني إرشادات خاصة بأنها للعين عضلو وحاسة مهمة جدا لها تمارين علشان خاطر ما تضعفش ويعني النظر لو راح صحيح هو ممكن يرجع تالي بس طبعا من ازاي الطبيعي اللي احنا بنكون موجودين فيه النهاردة يمكن كان آخر حلقة من برنامج سؤال أنا بصراحة زعلانة جدا أن خلاص خلصنا تفاصيل أسئلتنا بس أتمنى أن يكون عد علينا أوقات سألنا فيها أسئلة ولقينا فيها إجابات أسئلة حضرتكو سألتوها واهتميتوا بأن أنتو تسألوها شاركتوني في أسئلة كتير عن طريق المدخلات وكمان اقتراح أسئلة كتير أساسها هي أن كل واحد فينا جوا سؤال لازم يسأله واللي بيسأل لازم يكون عنده إجابة ويسأل متخصص في الإجابة يمكن إحنا في آخر شهر ركزنا أن يكون معنا تطبيق عملي لكل الأسئلة ومتخصصين هيجاوبونا عن أسئلة برنامج سؤال خلص ولكن اللي إحنا هنستفيده من برنامج سؤال ونتعلمه أن كل سؤال إجابة ونأخذها من حد متخصص شكرا لكم وهتوحسوني جدا وأفتقدكم جدا أتمنى أن أنا أشوفكم على خير ويتجدد اللقاء بشكل جديد كل سنة وحضرتكم طيبين مع السلام